موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز التي نشرت تقريرا على صفحتها الأولى بعنوان القوات الخاصة البريطانية تأخذ دورا متقدما في سوريا ويزعم التقرير وجود قوات بريطانية خاصة في جبهات القتال في سوريا تعمل إلى جانب فصائل معارضة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية هناك وتنسب الصحيفة معلوماتها تلك إلى من تقول أنهم قادة عسكريون ويقول تقرير الصحيفة أن هذه العملية تعطي دليلا على المشاركة المباشرة للقوات الخاصة البريطانية وليس اقتصار عملها على تدريب مسلحي المعارضة في الأردن وبحسب التقرير فإن القوات البريطانية الخاصة الموجودة في الأردن تدخل إلى سوريا بشكل متكرر لمساعدة جيش سوريا الجديد الذي يسيطر على معبر قرية التنف جنوب شرق سوريا وتصف الصحيفة هذا التشكيل المعارض بأنه يتألف من قوات خاصة سوريا إن شقت عن الجيش السوري الحكومي وأعيد تشكيلها بمساعدة من البريطانيين والأمريكيين ويضيف تقرير الصحيفة أن قوات بريطانية وأمريكية خاصة لتدريب ومساعدة جماعات المعارضة في الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية يقاتل ناريون في أربع جبهات في سوريا والعراق وكان التنظيم سيطر على معبر التنف في أيار العام الماضي وتمكن جيش سوريا الجديد من السيطرة عليه في أذار الماضي ويحتل المعبر موقعا استراتيجيا قرب الحدود الأردنية العراقية وتنقل الصحيفة في تقريرها عن ضابط سابق في القوات الخاصة السورية ضمن جيش سوريا الجديد قوله إن الهجمات الانتحارية قد دمرت منية قاعدة التنف وإن القوات البريطانية قد عبرت من الأردن لمساعدتهم لإعادة بناء تحصيناتهم الدفاعية ويضيف الملازم أول محمد الصالح في حديثه للصحيفة لقد ساعدون بالقضايا اللوجستية مثل بناء دفاعات لجعل الملاجئ آمنة ويكمل الصالح إن تنظيم الدولة الإسلامية يهاجمنا في كل الأوقات في الثالثة أو الخامسة فجرا أو الرابعة مساء أو في الحادية عشر ليلا إذا دققت في أوقات الهجمات يتوضح لك أنهم لا يريدوننا أن نحطى بأي راحة إنهم يستخدمون الصواريخ وقذائف الهاوين والعديد من المفجرين الانتحاريين وتقول الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية لن تعلق على دور القوات الخاصة في سوريا أو ليبيا ونشرت صحيفة الجارديان مقال صدق خان بعنوان أول مسلم يرأس بلدية لندن بمناسبة بدء رمضان شهر الصوم لدى المسلمين سيام رمضان لن يكون سهلا ويشير خان إلى أنه لا يقدم نفسه كسياسي مسلم أو متحدث باسم المسلمين أو زعيم إسلامي بل يصنف نفسه كمواطن لندني يدعو إلى استثمار شهر رمضان لفعل أشياء خيرة للمجتمع وتبديد الغموض وشكوك التي تحط بالدين ويرى خان أن أفضل طريقا لأن يفهم الناس ديانات بعضهم البعض هو تشارك في التجارب لذا يرى في الصيام طريقا جيدا لتحقيق ذلك عبر تقاسم الخبز مع الآخرين ودعوة غير المسلمين للإفطار معهم داعيا إلى بناء الجسور بين الناس بإقامة موائد إفطار في رمضان في معابد المدينة اليهودية وكنائسها وجوامعها ويشدد خان فيما قاله على أنه طبقا لبحث مسحي أجرته مؤسسة ACM لاستبيانات الرأي قبل أعوام قليلة فإن البريطانيين المسلمين هم أكثر الجماعات مساهمة في العمل الخيري في البلاد ويرى خان أن جزءا كبيرا من ذلك يعود إلى تقاليد شهر رمضان ويقر رئيس بلدية لندن أن الصيام هذا العام لن يكون سهلا إذ أن رمضان يتراجع عن موعده بحسب الفرق بين التقويم القمري والشمسي 12 يوما سنويا وقد جاء هذا العام في ذروة أطول أيام الصيف في لندن إذ قد تصل ساعة الصيام إلى أكثر من 19 ساعة في بعض أيام رمضان وعلى الصعيد الشخصية قل خان إن الطعام لن يمثل أي مشكلة لديه لكنه سيفتقد القهوة كثيرا في ساعة الصيام وبالانتقال إلى موقع ترك بريس نقرأ مقالة لمحمد عمر زيدان بعنوان الثروة السورية بين البكيكي العربية والبكيكي الكردية أشار فيه الكاتب إلى أنهم من الحقائق المسلمة بها أن وحدات الحماية الشعبية اليبيكي هي الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري البيدي المتفرع من حزب العمال الكردستاني الإرهابي البكيكي وأن جيش الثوار العربي هو الجنح والذراع العسكري لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والمشتركين بقتل السوريين والعمل على إفشال ثورتهم ولا تختلف هذه التشكيلات في كونها منظمات إرهابية هدفها حب السيطرة والاستلاء على أملاك الغير وجاني المال حتى لو كلفها أن تعمل مرتزقة ومأجورة للغير ولكي تعطي وحدات الحماية الشعبية الشرعية الثورية الزائفة لنفسها ضمت إليها بعض الفصائل التي تشاطرها الهدف وتقاسمها الظلم والعدوان ولم تجد أفضل من الفصيل الذي يطلق على نفسه زورا وبهتانا جيش الثوار وكان الأجدر والأحرى به أن يطلق على نفسه جيش الفجار لفجره وبغيه على إخوته من أبناء دينه ووطنه فأصبحوا شبيحة ثوريين وما أكثرهم ولا ننسى أن نتقدم البيكيكي العربية وحليفتها الكردية في رفاي حلب الشمالي والشرقي ما هو إلا تحت مظلة طيران الروسي وبمباركة ميمونة من عمائم قم والنجاف وهذا ليس بمستغرب على من يدعي الثورية أن ينكث بدعواه ويعمل بكل ما أتي من قوى لخدمة أعداء الثورة ولكي تكمل أمريكا خطتها القادرة قامت بالإعاز إلى بعض مرتزقتها السياسيين بتشكيل قوات سوريا الديمقراطية بمساندة الأكراد وبتمويل إماراتي ومع أن هذه القوات رفعت شعارات جميلة تدغضغ العواطف ولهذا كان جيش عبيد الدولار جيشا مشبوها منذ نشأته وما تحالفه مع المنظمات الإرهابية إلا دليل على إرهابه ومهما كبر أو صغر فستستحق عجلة الثورة إرهاب العربي والكردي معا ولن يكون لهم من حماية إلا صعودهم إلى الجبال وموتهم هناك كالحيوانات أو استسلامهم وعرضهم على محاكمة ثورية مخلصة ومعاقبتهم على جرائمهم في حق الله والوطن وفي صحيفة العرب الجديد نقرأ مقالا لغازي دحمان بعنوان نهاية مشرق معذب رأى فيه الكاتب بأن العملية السلمية الخاصة بسوريا لم تعد موضع اهتمام القوى الكبرى الرعية لها فقد أوضح مؤتمر فيان هذه الحقيقة لكن في المقابل استمرت عمليات التنسيق والتواصل بين هذه الأطراف تؤشر جملة الاستعدادات الجارية وكذا التسريبات المتناثرة وكان آخرها ما أشير إلى الصياغة الروسية للدستور السوري إلى أن الأطراف الدولية في طور درس الفروض والخيارات ومعرفة مدى إمكانية تنفيغها على شكل وقائع جغرافية وديمغرافية وأوتر دستورية وهيكلة سياسية قابلة للحياة والاستمرار الغريب أن هذا الحراك الدولي تجاه المنطقة لم تتم مقابلته على الجانب العربي سوى بالحدث وتوقع أن هناك شيئا ما يطوخ للمنطقة العربية والاكتفاء بالقلق والانتظار أثبت الربيع العربي عدم قدرة المنظومات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقبال وتنظيم المتغيرات الحادثة من داخلها ومن خارجها وأن هذه المنظومات مصممة للعمل ضمن بيئة وشروط معينة وضرف تاريخي محدد ما يعني أنها غير صالحة على الدوام بدون إجراء التحديثات المناسبة على أطورها وهي كلها التشغيلية وهو أمر لم يحصل شكل فرض النخب السلطوية إجراء أي تعديل على سلوكها السياسي مع استحالة قبول الشعوب التعايش مع المنطق القديم مزيجا من حالة غير قابلة للاستمرار ولا الاستقرار في الوقت نفسه وقد وضعت تلك النخب مستقبل المنطقة أمام أحد خيارين الاستمرار بتسيير الأمور وفق أليات الحكم والعقود الاجتماعية السابقة أو التهديد بتدبير البنية برمتها مع إعدام البدائل الأخرى لم تخفي تصريحات مسؤولي الدول الكبرى القناعة باستحالة عودة دول المشرق العربي إلى سابق ما كانت عليه وأنه لا بد من إعادة هيكلة جديدة للخروج من هذا المأزق ولن تخرج الهندسة التي تعمل هذه الدول على تصميمها عن تلك القناعة وتدل كل المؤشرات على أننا ماضون في هذا الاتجاه كما أن القوى الداعمة له السلطوية والمتطرفة والخارج هي صاحبة اليد العليا في الصراع وختم حلقة اليوم مع شبكة شام ومقال لزين مصطفى بعنوان حلب التي لا يعلم بها إلا الله أشهر فيه الكاتب إلى أنه لا يعلم بها إلا الله حقيقة تجد ظهورها الجليل واضح والملموس في حلب اليوم فمهما نقلنا من صور أو رصدنا ما ينشره النشطاء تبقى الصورة مصغرة جدا لحد أنها لا تعكز شيئا من الواقع فحلب اليوم تتعرض للمحي عن الخارطة تماما حجرا وبشرا فوسط صرخات مالك على أبيه يا يوب لا تتركني وبحث الأب اليوم عن بقايا نفس في صدر ابنته المدفونة تحت الركاب يتلخص وضع حلب بين يتيم ومكلوم وثكلة وطبعا لا مكان للحياة وأصدق ما سمعته اليوم أن حلب تصوم عن الحياة وتفطر على الموت وسط هذا الكم المتثاقل من الموت أقال ما يوصف بالشنيع لازلت الأحادث تدور في أروقة الممرات السياسية عن حل سلمي وفي الوقت ذاته تدور في أروقة المؤامرات خطط لقتال داعش بغية البحث عن انتصار على الإرهاب سعيا من أمريكا وروسيا أن يلخص الأمر في سوريا بأنه داعش وإرهابها وكل مع ذلك عبارة عن أمور ثانوية بين تمثيلة الحل السياسي ومسرحية قتال داعش ينشأ في جنبات سوريا حقد من نوع الأغير المروض والرافض للسيطرة ينشأ جيل حاقد بشكل كبير ومهول ليس على شردمة قتلة وحلفائها وإنما على عالم بأسره وهناك ألم دفين قادر على حرق كل ما يخطط له وحرق نفسه فلا تنطفئ النار إلا بالنار الأكل المزدوج في حلب اليوم وفي شهر رمضان المبارك يقتل الجميع جسديا وروحيا ويتحول شهر العبادة إلى شهر شهادة عند السوريين وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة